إذن الحرب بالماء فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل لقد أشرت والله بالرأي الله أكبر هذا هو الأساس العظيم الذي قام عليه بناء المجتمع المسلم فيما مضى من طاعة المطلقة وللقياد ولكن لما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مصلحة إيدا ولا حكمة ولا هوا بعد أمر الله ورسوله بل للطاعة وللقياد بكل حزمين وعزمين وراء القيادة المؤمنة وهذا هو الرأي والحكمة والمصلحة جميعا ولا يكون ذلك إلا للذين يحكم الشرع الإسلامي حياتهم وهم مسلمون لله حقا وحده لا شريك له مستسلمون لشرعه الإسلام وليس للقوانين البشرية الأرضية للإسلام وأمر الإسلام أما الذين اتبعوا شريعات البشر واتبعوا القوانين الأرضية واتبعوا شهواتهم ورغباتهم ومصالحهم الدنيوية ولا يعنيهم أيرضى الله أم يسخدك ما هو كثير من حال المسلمين وخصوصا مسؤولين عنهم فهم بحاجة إلى صحيح أصل الإيمان في قلوبهم يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمر أن تكون لهم الخيرة من أمرهم أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وفي تلك الغزوة المباركة غزوة بدر يأبى الشباب طموح المتطلع إلى ما عند الله يا شباب الأمة الإسلامية يأبى الشباب إلا أن يصولوا سولتهم ويجولوا جولتهم ويسجلوا موقفهم ويضعوا بصمتهم في التاريخ من بين صفوف المعركة لتعلو بذلك كلمة الله من بين ظلال السيوف يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بينما أنا واقف في يوم أبدرين نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار فغمزني أحدهما الذي عن يمين فقال يا عمي هل تعرف أبا جليل؟ قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن آخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين في سبيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا إذن الشباب تغيروا على دينهم على إسلامهم على الرموز من المسلمين على نعم فتعجبت لذلك فقال الصحابي الجليل تعجبت لذلك فغمزني الآخر الذي عن شمالي فقال مثلها قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جليل فقلت ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه قال فابتدر فأسرعا إليه وابتدراه فضرباه بسيفهما حتى قتلاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر صنديد من سناديد الكفر سناديد قريش وعظيم من عظمائها يأبى الله إلا أن يكون احتفه على يد شابين يافعين والحمد لله شبابنا في غزة يعني ضربوا لنا أعظم الأمثلة في هذا الزمان فأين أنتم يا شباب الإسلامي من تلك الطموحات من تلك طموحات إخوانكم في غزة وفي مناطق كثيرة في العالم ماذا سجلتم لأمتكم وماذا عساكم أن تفعلوا أن تفعلوا بشبابكم وفراغكم وجدتكم